موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين موريتانيا تخلد ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان وتناقش التوصيات التي قد قدمت إليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان موسيقى مجلس الوزراء الموريتاني يصادق على إنشاء ثلاث محاكم جنائية مختصة في جرائم العبودية والممارسات الاسترقاقية موسيقى وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يقول إن الوزارة بصدد إصدار قانون ينظم الإشهار في موريتانيا موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني بنوكشود حفلا لتخليد ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ونقشت خلال الحفل التوصيات التي قدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى موريتانيا إضافة إلى عرض حول تعاطي موريتانيا مع هذه التوصيات من خلال تقرير المقدم بجنيف قبل أسابيع المزيد من التفاصيل نتابعه في هذا التقرير حفل لتخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاصمة نوكشود تشرف عليه مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني الحفل تضمن ورشة لشرح نتائج الجولة الثانية للاستعراض الدولي الشامل لموريتانيا تم خلالها عرض التقرير الذي قدمه وفد موريتانيا برئاسة وزير العدل إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف قبل أسابيع إلى عادنا لهذا التقرير إعجاب المجتمع الدولي هذا نبني على عدة أشياء والشيء الأول هو أنه تم إعداد هذا التقرير والشيء الأول هو أنه التشاور بشميع الفاعدين في ميدان حقوق الإنسان هو تقرير وطني مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني قال إن الحكومة الموريتانية تتجاوبت مع توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقبلت منها بشكل فوري 136 من أصل 200 توصية فيما تعكف على دراسة التوصيات المتبقية وقد تعطى الوفد الرسمي الذي قدم تقريرنا إلى آسة معالي وزير العدل إيجابيا تعطى إيجابيا مع التوصيات لجولة الثانية من الاستعراض الدولي الشامل وبرهنت الحكومة على نيتها الصادقة في المضي قدما بتعزيز حقوق الإنسان من خلال قبولها الفوري بـ 126 من حصل 200 توصية وهي عاكبة على تدارس التوصيات المتبقية تقرير الاستعراض الدولي الشامل لموريتانيا الذي أعدته لجنة فنية وزارية في الفترة ما بين 2010 و2015 جاء بعد مساءلة موريتانيا من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول واقع حقوق الإنسان في البلاد وأتبعت المساءلة بتوصيات تجاوبت موريتانيا مع أغلبها فيما رفضت توصيات اعتبرتها لا تتلاءم مع القيم الثقافية والدينية الموريتانية من ناحية أخرى صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه يوم أمس على مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء ثلاث محاكم جنائية مختصة في جرائم العبودية والممارسات الاسترقاقية وقال وزير العدل إبراهيم الداداه أن هذه المحاكم ستسير طبقا لمجلة المرافعات الجنائية المعمول بها في موريتانيا وستتوفر على مستشارين ومحلفين طبقا لما تنص عليه المجلة الجنائية مضيفا أن القضاة المعنيين بتسيير المحاكم سيتم الإعلان عنهم في الأسابيع القادمة وطبعا هذه المحاكم لا بدالها من أن تعود يسيرها تقسانة قانونية وهذه المحاكم التي هي مناسبة لها محاكم جنائية لها يعود يسيرها قانون لا يتعود يسيرها مجلة المرافعات الجنائية اللي معمول بها في البلد إذن عنها هي محاكم جنائية لها تعود محاكم جماعية لها يعودوا فيها مستشارين مع القاضي الثنين ويعودوا فيها محلثين وهذا كان الخاضع التنظيم اللي وارد في المجلة الجنائية الموريتانية وإذن هذا هو هو اللي شفز المحسوم اللي صادق عليه مجلسة وزراء اليوم واجتتويج لذيك المادة 20 وإن شاء الله الأسابيع المقبلة يدوروا وعينوا القضاة اللي معانيين بيها في إطار إن شاء الله المجلة العلاية للقضاء اللي ما يدور إن شاء الله معنى عقد جهلستو في الأسابيع القادمة نظمت في العاصمة نوكشوت ورشة تكوين حول مكافحة الاتجار غير المشروع عفوا بالممتلكات الثقافية بالتعاون بين المكتب الوطني للمتاحف ومكتب اليونيسكو بالمغرب العربي ويقول بعض المشاركين في هذه الورشة إن بعض القطع الأثرية بموريتانيا تتعرض منذ فترة طويلة للنهب والبيع رغم وجود قوانين تحرم ذلك نتابع مكافحة الاتجار غير المشروع بالمتلكات الثقافية موضوع ملتقى تكويني منظم من طرف المتحف الوطني ومكتب اليونيسكو بالمغرب العربي ويهدف الملتقى حسب نظمه إلى تكوين 30 مشاركة من مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والعسكرية إضافة إلى العاملين في قطاع المتاحف في بوريتانيا على كيفية الحفاظ على الاتجارات الثقافية للبلد ستمكن المشاركين من الحصول على معلومات مهمة حول هذه الظاهرة سبيلاً لإشراك الفاعلين في خطة وطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية كما سيساهم في تحديد الأدوار والإجراءات المطلوبة ومسؤولية الشركاء كل على حدة حيث أن قطاع الثقافة والمتاحف معلي بالموضوع بالدرجة الأولى ولكن دوره سيظل ناقصاً ما لم تدرك القطاعات الحكومية والأمنية والعسكرية والجمهورية أنها معنية كذلك في إطار تضافر الجهود الوطنية لمحاربة الظاهرة ورقم أن الحكومة الموريتانية صادقت على قوانين مختلفة نصت على تحريم نقل الأذار القديمة إلا أنها ما زالت تعاني من عمليات نهب لمختلف القطاع الأذرية خصوصاً تلك الموجودة منها في المدن الأذرية القديمة بالنسبة لنا الموريتاني هناك مسألة هام جداً لأننا كثير من المواقع حكمة ما قبل تاريخ منطقة أدرار ومنطقة تقانت ومنطقة العوغين هذه المواقع كلها تتعرض منذ زمن طويل لعملية نهب غير واعي يعني بعض الناس يأخذون بعض القطاع ويحتفظون بها الحجر التيوموم ولا غيره وهناك بعض الأشخاص الذين يبيعون هذه القطاع رغم أن هناك قوانين من 72 وقوانون 2004 لنص على تحريم نقل هذه القطاع الأذرية لقل الأذرية من مواقعها إذن الموضوع هام جداً لأنه كما تعلمون الزيار السياحة منطقة تاريخ منذ سنوات أفقد بعض المواقع القديمة من القطاع الأذرية وتعتبر الممتلكات الثقافية من قطاع وآثار واخططات قديمة وغيرها من أصناف الممتلكات الثقافية من العناصر الأساسية للثقافة في أي بلد لذا فمن الضروري العمل على صيانتها والمحافظة عليها قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إنه لم يتلقى بعد رداً من طرف الأمين العام للرئاسة مولايو المحمد الأغضاف بخصوص الرد المكتوب على مماهداته ونفى بيان صادر عن المنتدى أن يكون الرئيس الدوري للمنتدى قد تلقى إبلاغاً من الأمين العام للرئاسة بخصوص رفض النظام تقديم رد مكتوب على مماهداته قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين والشيخ إن الوزارة بصدد إصدار قانون للإشهار وأضاف والشيخ خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أنه تقدم ببيان لمجلس الوزراء حول ترقية الخدمات الإشهارية يعتبر توطئة للقانون المرتقب صدوره خلال وقت وجيز قدم اليوم المجلس الوزراء ببيان يتعلق بترقية الخدمات الإشهارية وهذا البيان يعتبر توطئة للقانون العدل هذه الأيام لا يخرج إن شاء الله بعد فترة وجيزة حول الإشهار يسمى قانون الإشهار وهو مكمل للتقصان القانونية اللي تمت في مجال الإعلام بصفة عامة كيف تقاون في حرية النشر وقانون السمعيات البصرية أنتم تعرفون أن الإشهار أنه محرك للاقتصاد في مجال الاتصال وأنه أيضا محفز للمنتوج الوطني وأنه كذلك مصدر أساسي في الدول اللي إعلامها حق إلى تمويل الإعلام العمومي والخصوصي وأنه أيضا من وسائل حماية المستهلك لأنه يخبروا بالمنتوج وكيفية المنتوج وقال والشيخ إن موريتانيا تعاني فوضا في مجال الإشهار على مستويات مختلفة وإن القانون المرتقب سيعمل على تنظيم الإشهار وسيحدد هيئة أو وكالة خاصة بالإعلان كما سيحدد نسبة منه للنفع العام اللي نقال الشكل الإعلاني والمضمون الإعلامي هذا كله في فوضى من شأن هذا القانون أن يضبط لك الهوضى اللي في الشكل الإعلاني واللي أيضا المضمون الإعلاني وأنه أيضا يحدد تعود سهم هيئة وكالة ووضع سلطة التنظيم للإعلان تعود سهم مبلي نسبة من الإعلان تعود للنفع العام وإيضا ربما مبلي نسبة من الإعلان تدفع لصندوق الدعم الإعلام صحافة الحرة وغيرها إذن هو قانون في طور الإنجاز وسيخرج قريبا والحقيقة أنه سد ثغرة وفراع في هذا المجال وإن شاء الله سيصدر قريبا وصادق المجلس الوزراء على البيانة المتعلقة بي وعندما يصدر إن شاء الله سيكون إضافة لبناء للترسان القامل في مجال الإعلام وفرية الصحافة وترقية أيضا مجال الإشهار إلى الشأن الفلسطيني حيث تمكن شاب فلسطيني من دهس أربعة جنود بسيارته التي كانت مسرعة وتمكن من الانسحاب قد أصابت سيارة الجنود بينما كانوا يقفون إلى جوار مدخل مستوطنة بيت ريه وصفت إصابة أحدهم بالخطرة نتابع أصيب أربعة جنود الصهاينة أحدهم بحال الخطر مساء اليوم الخميس في عملية دهس قرب مستوطنة بيت أريه المقامة على أراضي دير اللبن الغربية غرب محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة فيما تمكن المنفذ من الانسحاب وحسب القناة الصهيونية السابعة فإن سيارة مسرعة يقودها فلسطيني تمكن من الانسحاب دهست مجموعة من الجنود كانوا يقفون إلى جوار مدخل مستوطنة بيت أريه وصيب منه أربعة على الأقل جراح أحدهم مصفت بالخطيرة وقالت مصادر طبية الصهيونية أن الأربعة في العشرين من عمرهم وصلوا إلى المستشفى بعد أن نصيبوا في عملية دهس حالة أحد منهم حرجة للغاية فيما أصيب الآخران بجراح متوسطة والرابع بجراح خفيفة وقتل ثلاثة وعشرون صهيونيا بعضهم جنود وأصيب ما يزيد عن ميتان وخمسين آخرين في سلسلة عمليات يومية ينفذها فلسطينيون ضد الجنود الاحتلال والمستوطنين من اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر الماضي ومستوطنة بيت أريه هي مستوطنة مقيمة في العام 1981 إذ رأى مصادرتها من سكان قرية اللبن الغربية وتكتسي أهمية كبيرة ذلك أن معظم مستوطنها يعملون خارج المستوطنة وخاصة في اصطناعات الجوية الإسرائيلية وهي أيضا تقع بالقرب من مطار اللود لأهمية الأمنية الخاصة وقد سميت المستوطنة بيت أريه نسبتنا إلى أريه بن العزير أحد وقادة منظمة الإيدسي الأرهابية وأحد أبرز القيادات المؤسسة لحزب حركة الليكوت ويبرغ عدد السكان هذه المستوطنة 3400 مستوطن محارب ورئيس مجلس المستوطنة أف نعيم وهو أيضا رئيس لجلسة الأمن في حكومة الاحتلال نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها موريتانيا تخلد ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان وتناقش التوصيات التي قدمت إليها من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان مجلس الوزراء الموريتاني يصادق على إنشاء ثلاث محاكم جنائية مختصة في جرائم العبودية والممارسات الاسترقاغية وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يقول إن الوزارة بصدد إصدار قانون ينظم الإشهار في موريتانيا يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرتي على الشاشة الثانية مجازون إخباريون بحولها أهتمتم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر